بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم يا تامن؟ سنأخذ اليوم الوحدة الأخيرة لهذا الفصل وهي إعداد الطعام رجاء التركيز على هذه الوحدة يا تامن كما نلاحظ في هذه السورة نلاحظ هنا الطعام منه مشوي ومنه مقلي ومنه مسلوق ومنه ثم محضر ومنه متبل إذن سنلاحظ في هذه الوحدة كيفية إعداد الطعام طبعا زي ما نعرف إحنا يا تامن الطهو اكتشفوا منذ القدم في العصور الحجرية الطهو كان لكن اكتشفوا أنه ما في طهو من دون حرارة فالحرارة ضرورية لتصبح المواد الغذائية قابل الأكل وأنه الحرارة أيضا تقضي على المايكروبات تقضي على المايكروبات ويمكن بواسطة إنتاج أصناف متنوعة من الأطعمة وعملية الطهو طبعا لها شروط صحة وسلامة عامية تامن رجاء الانتباه جيدا في هذه الوحدة وهناك الكثير من الأخطاء التي تكون في خلال استعمال أفران الغاز والكهرباء فالرجاء الانتباه للغاز والكهرباء وأدوات الطهو وخاصة السكاكين قواعد الصحة والسلامة العامية أثناء أعداد الأطعمة الآن وأنا أعد الطعام هل نعلمكم قبل ما نعد الطعام في قواعد ثمانية يجب الإستيزام بها وحفظها جميعا يا تامن قبل ما أعد الطعام بنا نعلمكم قواعد الصحة والسلامة العامية وهي أول قاعدة غسل اليدين بالماء والصابون قبل الطهو وبعده طبعا قبل ما أفوت المطبع بغسل إيدي بالماء والصابون جيدا وبعد ما أخلص إعداد الطعام والانتهام لأعداد الطعام بغسل إيدي أيضا بالماء والصابون جيدا ثانيا ارتداء الملابس الخاصة بالعمل برتدي الملابس الخاصة بالعمل اللي هي المريول والقلابز يا القفازات يا التامن والطاقية حتى لا يقع الشعر في الطعام خلال الطهو أيضا عندنا المحافظة على الأواني وأدوات الطهو نظيفة ما بطبقوا بخلصوا بترك كل شي لا بنظف الأواني وبرجعهم لمكانهم تجفيف اليدين جيدا قبل استعمال الآلات الكهربائية السلام العامي حكيت لك إنه قبل ما أستعمل مثلا الخلاط الكهربائي الماشين تبع تحضير العصائر مثلا ما بستعمل هذه الألات وأنا إيدي مبلونة لا يجب تجفيف اليدين جيدا قبل استعمال الآلات الكهربائية تجفيف الأطعمة المراد قليها قبل وضعها في الزيت الساخن طبعا ما بحط مثلا الباذنجان أو الزهرة أو البطاطا وهي مبللة في الزيت لما بدأ قليها لا أنا بجففها قبل ما وضعها في الزيت الساخن حفاظا على السلامة العامة حتى ما يطير الزيت على الوجه واليدين وعمل الإصابات والحروق مراقبة عملية الطهو باستمرار ما بحط الطبيق وبنسى لا بدأ مراقبة لعملية الطهو توجيه مقبض المقلاء أو الأباريق إلى الداخل بعيدا عن حافة الفرن كم من الأخطاء الشائعة ولاحظها في بعض المنازلية ثامن مثلا بدي أعمل قهوة بحط الغلاية لإيدها من أين؟ من الخارج طب إنت حاطت حاطت بحط المقبض القلاية أو الغلاية من وين؟ أو دلة الأهوة وين؟ من الداخل بحطها من العين الداخلية خوفا من انسكابها على جسدك أو جسد أحد المارين من الأطفال ماشي؟ إذا توجيه مقبض المقلاء والأباريق إلى الداخل بعيدا عن حافة الفرن إغلاق أنبوبة الغاز بعد الطهو أيضا يجب كل ما أستعمل الغاز أفتح الأنبوبة وبعد ما أنتهي من الغاز أغلق الأنبوبة هاي هي قواعد الصحة والسلامة مهمة جدا الثمانية ثامن هلأ طرائق الطهو الطهو له طرائق متعدد ممكن أكثر من طريقة لطبق واحد نستعمله فإيش هاي الطرائق؟ أول طريقة عندنا طريقة الطهو بالسلق عندنا السلق يا ممهي من أسهل طرق إعداد الطعام ويكون بوضع المواد الغذائي المراد سلق فيه وعاء مناسب الحجم يعني مثلا نسلق بطاطا ما بروح أجيب مثلا أصغر طنجرة عندي لست حبات بطاطا لا بلأ بلأ إيش مننا يا ماما وعاء مناسب الحجم للكمية اللي بدي أسلقها وغمرها بالماء إذن هاي الشروط سلق فيه وعاء مناسب للحجم وغمرها في الماء ووضعها على مصدر حراري وتركها عليه بدرجة الغليان بدرجة الغليان حتى تصل إلى مرحلة النضج المناسبة ومن أمثلة عليها سلق بطاطا بيض لحوم بأنواحها ماشي يا ماما إذن أول شروط الطهب السلق سلق فيه وعاء مناسب الحجم وغمرها بالماء وضعها على مصدر حراري وتركها بدرجة الغليان حتى تصل مرحلة النضج المناسبة كالبيض والبطاطا واللحوم ومع مراعاة بعض الأمور أن تكون كمية الماء كافية لغمر المادة الغذائية لمراد سلقها ما بحط أقل منها كافية حتى تستوي تنضج بشكل أفضل ثانيا أن تصبح الماء إلى درجة الغليان ما لم تتطلب عملية السلق غير ذلك إلا أن تصبح لدرجة الغليان إزالة المواد المتخثرة أي الريم إذن ما معنى الريم هي المواد المتخثرة ما معنى الريم مواد المتخثرة خلال عملية السلق عن سطح السائل أثناء الغليان يعني مثلا براقب زي ما حكيت لك من الطرق والصحة والسلامة عدم إهمال في الطهو مراقبة عملية الطهو وأنا أراقب بالبطاطا وهي بتسلق ايش بعمل يا ماما؟ بشير الريم هاي المواد المتخثرة من البطاطا عن سائل الغليان عن سائل الطهو بالسلق عثناء الغليان عنا خصائص الطهو بالسلق ايش يا ماما؟ حطني هون خصائص الطهو بالسلق ايش عنا الخصائص؟ يحافظ الطهو في هذه الطريقة على القيم الغدائي للأطعمة بحضرنا على القيم الغدائي للأطعمة يجعلها سهلة التقطيع والهضم ومناسبة للأطفال وكبار السن إذن الطفل الأول ما يبدأ طعامه خلال خمس شهور بطاطة مقلية وخضر وكوسة وجزر عفوا مسلوق بطاطة مسلوق أولا كوسة وجزر إذن الأطفال وكبار السن كونوا الأسنان شوي تتعبوا هيك فإحنا كبار السن والأطفال مناسبهم الطهو بالسلق الطهو بالسلق إذن يا ماما خصائص الطهو بالسلق القيم الغذائي للأطعام بتحافظ عليها سهلة التقطيع والهضم ومناسبة للأطفال وكبار السن هاي عنا البطاطة زينا حكيتكم بالغسل إيدينا أول شي بعدين نغسل البطاطة جيدا لتنظيفها من الأتربة هاي مهم جدا لماذا يجب غسل حبات البطاطة جيدا لتنظيفها من الأتربة والمواد العالقة بها ونضع حبات البطاطة في الطنجرة ونضيف عليها كوبين من الماء نضع الطنجرة على الغاز شايفين بحطها ببعاء مناسب الحجم وأضع كمية غامرة من الماء مناسبة إليها أيضا بتركها على نار هادئة حتى تنضج حبات البطاطة ما بولع النار عالية من الأول لا أتركها على نار هادئة إذن أضع الطنجرة على النار حتى يغلي ثم أتركها على نار هادئة برفع حبات البطاطة الناضجة من الماء مستعمل من المغرفة المثقبة اللي هي هاي هاي المغرفة عفواً هاي السل هاي المصفاية بدنا مغرفة مثقبة المغرفة اللي هي أحد أنواع المعالقة الكبيرة بتكون بنقولها بس طولها من الطنجرة هاي وبضعها وين بهاي المصفاية حتى أغسلها حتى إني أغسلها طيب الآن وضعنا الماء وغسلناها عفواً غسلناها ووضعناها في الماء وضعناها على الغاز على نار هادئة ثم رفعناها في المغرفة المثقبة بنتركها حتى تبرد بقشر حبات البطاطة بس تعمل البطاطة المسلوقة في أطعمة مختلفة بعد هرسها لتصبح جاهزة للتقديم بنظف الأدوات بس تعملتها وبعدها لما كانها المخصص وبغسل يدي جيداً بالماء والصابون جربوها يا تامن لكن مع مراعاة السلامة العامة هاي هي طريقة الطهو بالسلق